ثلاثة ثالث من سنة 2017 سواء عند تجار الجملة أو تجار التجزئة حسب ما جاء به في استطلاعا للرأي أجريا من طرف الديوان الوطني للإحصائيات مع التجار وجاء هذا الانخفاض أكثر وضوحا بالنسبة لتجار الجملة من فئة التجار الأدوية وأدوية الترسيس والتجهيزات الكهرومنزلات والعطور وكذا بالنسبة للمواد الأولية والمنتجات النصف مصنعة والألات والمعدات ويشتكي تجار الجملة في ذات الإطار وتجزئة في معظمهم من طول أجال التموين وندرة المنتجات وأغطيت إجراءات أخرى لشراء السلع وكشف أكثر من 69% من تجار الجملة وحوالي 63% من تجار التجزئة الذين شاملهم الاستطلاع عن نفاذ مخزونة منتجاتهم والتي مست بصفة أكثر منتجات الصناعة الغدائية والعطور والألات والمعدات